وقعت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018 اتفاقية مع اتحاد اللجاني الأولمبية الوطنية العربية للحصول على جميع حقوق الرعاية والإعلان والنقل التلفزيوني وكذلك الحصول على عوائد فعاليات ومنافسات النسخة الرابعة من الدورة من أجل الوصول إلى ما تصب إليه المرأة الرياضية على جميع الأصعيدة وقعت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018 اتفاقية مع اتحاد اللجاني الأولمبية الوطنية العربية نصت على منح اللجنة المنظمة العليا جميع حقوق بيع الرعاية والإعلان والتسويق والنقل التلفزيوني حيث وقع الاتفاقية كل من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجاني الأولمبية الوطنية العربية والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الرابعة الدورة هذه بتكون دورة متغيرة عن الدورات السابقة إضافة رياضة الكاراتي لهذه الدورة عدد اللعبين سوف يكون أكبر عدد دول مشاركة سوف تكون أكبر دورة متميزة سوف تكون كما وأعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أن النسخة القادمة ستقام خلال الفترة من الثاني إلى الثاني عشر فبراير المقبل تحت شعار العالم ملعبك شاركون لحظات الفوز برعاية ودعم من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نحن متمسكون بتوجننا في الشارقة لما وجدناه من اهتمام ورعاية كريمة طبعا الشباب العربي والشبات العربيات يحتاجوا إلى رعاية نحن نعلم بأن الشركات والدخل الإعلاني لا يأتي إلا للعبة واحدة وهي كرة القدم ولا يأتي في الألعاب الأخرى إلا للأندية للرجال وبعض الأحيان المنتخبات لكن يتبقى عندنا العمار السنية الشباب والناشئين والسيدات يحتاجوا إلى رعاية حكومية هذه الدورة أثبتت نجاحاتها بالنسبة للدول العربية منذ انطلقتها في 2012 الآن لله الحمد نحصد النجاح في زيادة الأعداد إذا شوفين أعداد الدول المشاركة نشوف زيادة المشاركين في الأندية الآن أصبح عندنا اليوم تقريبا 58 نادي كشفت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد قبيل توقيع الاتفاقية عن تلقيها لمجموعة كبيرة من المشاركات من 15 دولة عربية من بينها دول تشارك لأول مرة في كافة الألعاب وأن النسخة الرابعة ستكون الأكبر على مستوى المشاركات كما ونوعا تحفل الشارقة بالكثير من الأنشطة والفعاليات التي تعكس حيويتها ومدى مواكبتها لكل جديد وتسابقها مع الزمن بسعيها لاستثمار كل الفرص التنموية في جميع القطاعات لإخبار الدار لمياء المازمي الشارقة